هذا الشخص نرجسي كلمة نرجسي أو نرجسية بنسمحها كتير الفترة اللي فاتت دايماً بيوصف الشخص اللي نقدر نقول كده متعالي، مغرور، متكبر إنه شخص نرجسي طب ما هي حقيقة النرجسية؟ هل هي سمة نفسية؟ ولا هو مرض نفسي؟ فيه مرض يعرف بالطراب الشخصية النرجسية؟ هل الشخص النرجسي دايماً هو شخص منبوذ اجتماعياً مرفوض من المجتمع؟ في بعض الدراسات العلمية كده بتقول إنه الشخص النرجسي لما بيتقدم في العمر بيكون أكثر تعاطفاً وكرماً مع الآخرين عايزين نعرف الحقيقة العلمية لهذا المصطلح النرجسية لما نصف شخصه نقول إنه هذا الشخص شخص نرجسي مش عارفة هو بيبقى أكثر عطاءاً وأكثر كده ولا خلاص تهد من كترة ما هو ظلم نفسه وظلم اللي حواليه في ناس بتقول إن يعني النرجسيين ممكن يبقى عندهم لين للمشاعر أو للعواطف مع التقدم في العمر زي ما محمد كان بيقول زي ممكن يحصل تحول في حياة شخص من إنه هو شخص متعالي قد يكون مؤذي للآخرين نفسياً لشخص أكثر كرماً هل هو فعلاً أرهق ومن إنه هو يبقى بيضايق الناس اللي حواليه ده اللي حنعرفه من ضفنا الدكتور محمد رضا الفئي أستاذ ومستشار الطب النفسي والعصاب الأكاديمية الطبية العسكرية ونورنا يا دكتور أهلا وسهلا بخبتك الله يفعلك أهلا وسهلا كل لما حد يتدايق من حد يقول عليه ده نرجسي كل لما حد يزعر حد يقول عليه ده نرجسي نرجسي وبيتلزز بإنه هو يدايقني ويعذبني وكلام أي شخص بيتقال عليه نرجسي خلينا نعرف نرجسي كده عشان الموضوع زيد جداً الحقيقة يعني ده استخدام خاطئ لللطز مبالغ فيه جداً لأنه النرجسي معناها إنه شخص شايف نفسه إنه إمكاناته أعلى من الآخرين وأنه أعلى قيمة منهم الأمور بتبقى واضحة قوي لما يكون ما فيش مقاومات لده أصلاً يعني لما أنا بلاقي حد قيمته الفعلية عالية جداً وهو شاعر بده فما بقدرش أوصفه بسهولة بالنرجسية إنما المشكلة بتبان قوي لما يبقى واضح إنه شخص عادي جداً وليس هناك ما يميزه ولكن هو شايف إنه أعلى قيمة وقامة من كل المحيطين به بدرجة فارق عالي قوي كمان يعني فيه سمات نرجسية يعني فيه فرق بين السمات اللي هي الإنسان موجودة فيه والظروف اللي حوالي بتعززها كمان شوية فسيمة فيه إنه فيه الحتة بتاعة النرجسية دي شوية لكن هنا ده مرض نقدر نقول عليه اجتماعي أو مرض في شخصيته نتيجة لإحتكاكه بالناس بيبان إنما الموضوع بيستخدم غلق جواه المجتمع لأن إحنا بنفشغل لنا بالكلام الناس تلاقي زميل لها متعالي شوية نرجسي واحدة متضايقة من جزء هدي الموضلي من دول الزوج النرجسي على الفيسبوك تلاقي حدراك الزوج النرجسي الزوج النرجسي فيه جروبس كثير قوي للدعم النفسي ضد النرجسي وبعدين لما تدخل تبص على البوست تلاقي إن الكلام كله مثلا الراجل قال لا هعملي لي شاي ولا هعملي لي أهو فهو بيعزبها كده وكده هي لفظة جديدة النرجسي داي دكتور حدراك بتقول إنه متعالي متعالي ومؤذي ولا متعالي فقط لغاية ماهنا ده اللي جاي فيه يعني أنا بقصد إيه أنا بقصد إن دي لفظة رغم إنها قديمة جدا لكن أنا بعتبر طريقة استخدامها بالكترة دي وفي غير مكانها ده شيء مستحدث جدا زي ما كلمة تنمر كلمة جديدة ما كانش الناس بتسمحها قوي يعني رغم إن المفهوم بتاعها موجود فيه فرق كبير بين إن حد فيه سمات النرجسية وإن عنده مرض اسمه اضطراب الشخصية النرجسية ده مرض زي ما حضرتك قلت في الافتتاح تلوقتي بتاع الكلام يعني اضطراب الشخصية النرجسية هو أحد اضطرابات الشخصية اللي تستدعي العلاج أو الخضوع للعلاج يعني الشخص لازم يتعرض للعلاج لأنه هيعمل مشاكل اجتماعية ضخمة جدا للي حواليه والنفسه كمان اضطرابات الشخصية في مشكلتها إنه مفيش توافق مع الآخرين مش عارف يتوافق في داخل المجتمع ده بيحتاج علاج نفسي وعلاج سلوكي لكن عايزة ارجع مع حضرتك خطوة الورا شوية فكرة النرجسية احنا عارفين هي حب الذات أو عشق الذات حتى تاريخيا يعني النرجس أو الظاهرة نفسها كان فيه أمير بيحضق على المياه ويرى وجه نفسه وكان بيعشق إنه يشوف وشه على صفحة المياه فجأت فكرة إنه حب الذات حب الذات هل هو لون مرضي ولا احنا محتاجين نحب نفسه يعني محتاجين أشعر بذاتي ونفسي إلى درجة ما وبعد هذه الدرجة قد تتحول إلى مرض هو طبعا فيه فرق بين التصالح مع النفس أو مع الذات وبين الثقة بالنفس وفيه فرق بين النرجسية الإفراض في الثقة النرجسية بتخلي الإنسان يبتدي يحاول يصغر من الآخرين كمان يعني يحاول أنه يقلل من قيمتهم يحاول أنه يدني من قيمتهم ودي نقطة خطيرة على أساس أنه ده بيعلي من قيمته هو أنه يقلل من شأن الأخر طبعا ويمثل تهديد ليه في أماكن العمل مثلا أنه يحس أنه فيه حد متفوق أو فيه حد متميز فكده هو بيقترب من قيمته فيبتدي يحاول أنه يمشي من العمل أو يورطه في مشكلة ده اللي بنشوفه بقى ده إتراب الشخصية النرجسي في داخل الأسرة نفسها ساعاته يكون أب بنرجسي أب بنرجسي في منطقة الخطورة يعني بيعمل إيه؟ نعم؟ يعني بيعمل إيه؟ ما أنا بحكي لحضرتك أهو؟ هو أب بنرجسي فيبتدي يشوف أنه فيه واحد من أولاده له شخصية أو صاحب قرار أو ما بيخدش رأيه في كل حاجة وهو ابنه فيبتدي أنه هو يتعامل معاه بعنف ويبتدي أنه هو يصر أنه هو يصغر منه أمام إخواته أو يصغر من شأنه يعني أصدق ده وضع حتى جوه المنزل الزوج النرجسي اللي هو الموضة في الكلام دلوقتي أنه لما يشعر أن الزوجة يعني ليها كرامة قدام كرامته ليها شخصية وده يزعل جدا لما ليها بتتفوق في عملها ولقيها بتتفوق في دراستها وبتتميز لها حتى تميز عنه بعد شوية فيبقى الوضع بتاعها أقوى من وضع فيبتدي يقرر أنه هو يضعف من شأنها أو يحوش عندها المشاكل الاجتماعية بتاعة النرجسية مشاكل كبيرة جدا 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 لكن اضطراب الشخصية النرجسية ممكن يخضع للعلاج آه طبعا بس علاجه صعب وبياخد فترة طويلة جدا وبالأخص أنه هو اضطراب الشخصية النرجسية عادة ما بيجيش لوحده ده عادة بيجي معه نوع أو نوعين من اضطرابات الشخصية الأخرى بس هزم في الأول أعترف أن أنا مريض بهذا المرض لا مش هيعترف دائما في فكرة الإنكار أنا شخص غير نرجسي مش هيعترف الاعتراف ده لي علاقة بما يارب بالاستبصار هو ما عندوش استبصار عادة يعني يبقى استبصار يعني عارف أنه مريض فعشان يعترف معناه أنه عارف أنه مريض هو مش شايف أنه مريض هو شايف أنه يستحق أكثر من الآخرين لأنه فعلا متميز عنهم فهو مش قادر يشوف النقطة لحضرتك بتقولها دي إنما إيه اللي بيخليه ممكن يخضع لقضية العلاج أنه يلاقي أنه فعلا هو بيعف مشاكل كبيرة جدا مع الناس في شغله وفي بيته ومع أصدقاءه اللي بينفروا منه طبعا بعد شوية لأنه دايما متعالي عليهم بشكل غير عادي فبيفقد حتى أصدقاءه بيفقد العلاقة مع أخواته لأنه دايما عايز يتميز عنهم بوضوح ويشعرهم بهذا فمحدش قادر أنه يتعامل معه بسهولة بيخسر الناس كتير بس النرجسي ما يفرقلوش أنه يخسر الناس هو شايف أنه أعلى وأهم فمش فرقلو هم موجودين خير وبركة مش موجودين لا هو بيتفرق مع الوقت وهي دي النقطة المهمة اللي ممكن تخليه يخضع لفكرة العلاج لأنه طول ما هو ماشي بيخسر بيخسر ناس وبيخسر علاقات وبيخسر عمله أحيانا بيخسر حاجات كتير قوي وبيخسر زواجه وبيخسر أولاده فطول ما هو ماشي عمل بيخسر في الحقيقة طيب كيف أتعامل مع الشخص النرجسي يعني خلاص أنا في شخص نرجسي موجود معايا في مكان عملي في الأسرة مثلا أتعامل معاه إزاي بشكل يضمن لي أنه ما يحصلش أي صدام مع هذه الشخصية هو الحقيقة ما فيش ضمان بس موقفك في معافة حسب أنت فين في العمل هل هو زميل ولا هل هو رئيس ولا هل هو مرؤوس القضية هنا تفرق لو هو مرؤوس ده أسهل الأحوال لأنه حيتحط له حدود معينة تخليه يلتزم بطريقة تصرف معينة لو هو زميل نفس الشيء إنما لو هو رئيس بقا هي الكارثة الأكبر يعني لو هو مديرك في العمل مثلا أو رئيسك في العمل وكان نرجسي دي طبعا مشكلة كبيرة جدا لأنه أنت مش هاب عندك الآليات لإيقافه أو تحديد نرجسيته ولكن ولكن هتحاول على الأقل إن أنت تتجنب المشاكل بتاعته اللي تضرك أو تضيئك لكن مش هتقدر توقفه الحاجة الثانية ما تشعرهش بالتميز يعني هقولك الحل الوحيد ما هي لو حاس أنك متفوق جدا متميز جدا محبوب جدا جوا مكان العمل هيكرهك جدا فحيبتدي زي ما أنا بقولك يعمل عمليتين حاجة اسمها دي مينينج وحاجة اسمها دي فاليونج دي مينينج يعني يخلي كل ما يخصك يخلو من المينينج ما بقاش ليه معنى ودي فاليونج اللي هو حينقص من قمتك الحقيقية فحيبتدي حربك لغاية يمشيك يكتب فيك تقارير وحشة ده طريقة التصرف المعتادة يعني يعني إما تقدر أنك تعرف تتفاهم معاه فيلين ليك شوي وتشعره دايما أنه لا يعني أنت ما تخططوش ما يستشعرنه بوضوح يبتدي بقى فيه تفاهم فالناس بتعمل كده بطريقة فطرية وبسيطة من غير ما تدرس يعفزل ما يؤذيك الناس بتطبق هذا يا دكتور محمد رضا الفئي أستاذ ومسشار الطب النفسي والأعصاب بالأكاديمية الطبية العسكرية عرفتنا حاجات كتير وعرفتنا رشدة سريعة إزاي نتعامل لو في شخص مؤذي أو نرجسي في حياتنا سواء بقى كان في محيط الأسرة أو في محيط العمل أو حتى في محيط العيلة والجران والأصدقاء يعني كل شكرا حضرتك نورتنا وشرفتنا شكرا جزيلا نورتنا دكتور شرفتنا